بسم الله الرحمن الرحيم لا الميزان يا جماعة مادياً متشحول لا 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 متشحول لا 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 مادياً لا واضح ان الحالة المادية مأثرة عليكم جامد ان شاء الله يا ربك رودي تزدق تسلمي يا همسات تسلمي لي يا رب الميزان عايز باب رزق جديد لا رزقه حاسس انه رزقه مش كفاية تعبان من لاحية المادية شايفا عنده حتى النوم مضطرب خالص مش عارف ينام وبيحلم بكوابيس مبتاش تفكير لانه حتى هو نايم بيفكر يعني ربنا يكون في عمكو ربنا يكون في عمكو لو الكروت دي مزبوطة شايف شريكو ازاي خلينا نكون واضحين الميزان شايف شريكو زي ما تقوله اتكشف على حياته تاهمين قصدي او الله يا مسحول واضح اتكشف على حياته يعني زي ما تقوله موقفش جنبه ما سندوش كويس ما استوعبهوش في حاجه حصلت يعني الميزان حاسس انه هو اه الطاقة ما بينكم فيها ايه؟ الطاقة فيها شغل جديد مش عارفة ايه اللي مجايبها في علاقة عاطفية اما مرسيا نونر فيها حاجه بتتصلح في حاجه هتحصل في وضع غلط بيصلح تمام؟ زي ما انتو شايفين ناسك شاكوش وبيصلح صح؟ اه شريكك عايز فلوس عايز فلوس عايز حالة مدية مش بس اه مستقرة لا 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 ده عايز سراء يعني هو ضغط عليك ضغطة جندة جدا خلينا نقلب الاية انه الميزان هو الست الست طبعا مش هاي اللي بتشتغل مش هاي اللي بتسابورت فهي برضو عندها نفس الحكاية نفسها في الطاقة جديدة ما بتنامش من كتر التفكير ما بتنامش من كتر القلق حاسة انها اه شريكة بان على حقاقته اه الطاقة ما بينكم فيها حاجة بتتصلح فيها حاجة بتتغير اه شريكك عايز ايه عايز عايز يعرف يعني ياخد كل حاجة منك يعني عايز كتير عايز كتير طلباته كتير والديمانز بتاعته كتير جدا وشريكك عايز ايه كمان عايز يعتمد على نفسه واضح ان انت مش عارف تلبي فابتدى يبقى عايز يعتمد على نفسه ودي بقى الحاجة اللي زعلتك منه يعني شوفه انت ما كانش عندك مشكلة ان هو يبقى حطت عليك الضغط ده كله وقابل شكلك وصابر وراضي بقضاء الله انما اول لما ابتدى ان هو يبعد او ان هو يستغنى عنك او بيحاول يستغنى عنك ساعات هتكشف على حاجته شايفك ازاي شريكك شايفك ازاي شايفك حطت هدف شايفك حطت هدف ورايح عليه والهدف ده انت عايز تروح للامان يعني انت عايز انت نفسك في اللي هو عايزه لو كان الموضوع حالة مادية تتحسن فهو فعلا عايز ده زيك يعني ليه طيب يا شريك الميزان بتبعد او ليه مزع على الميزان بالشكل ده بصوا بقى اللي جاي بس عايز اقولوك على حاجة يا ميزان الامور لو تصلحت ان شاء الله تتصلح بصوا باذن الله جايلكو فلوس في تطور في الحالة المادية كويس؟ حيرجع او هي يعني هيبقى موجود وهيبقى يعني معك اوكي؟ هل انت هتقبله؟ سمينة هو انت هيبقى في سكول وهسيبك تنامس ساعة ثلاثة الصبح؟ يوسف استري افل بقى ويلا خش نعم يلا موما جود نايت بكرة اجازة العب مع بابا زي ما انت عايز بكرة هل يا ميزان انت هتقبله؟ خلي بالك ان هو موقفش جنبك كما يجب انت حسيت ان هو انكشف على حقيقته في حاجة معينة او انت اضرب بس انا شايفة ان انتو هتتفقوا على حاجة نحو المستقبل ان شاء الله ان شاء الله باذن الله شايفة طريق طويل كويس جدا يعني مسيرة ان شاء الله طويلة جدا وحلوة جدا وبسم الله ما شاء الله قوة قوة في العلاقة العلاقة ان شاء الله تبقى قوية ما بتتكسرش طيب حلله بس الموقف معايا حتة حتة مش عارفة ليه جايلي طاقة ان شريكك يا ميزان حياته وقفة معاك على الحالة المادية لو انت حسيت منه ان هو ما واقفش جنبك كما يجب اوكي يعني انا نصيحتي ليك سيبك بقى متروه خالص بليز ما تقبلوش بليز ما تعملش الصلح بقى اوكي امين يا رجب تسلم تسلم يا عبدالله بشكرك انما لو هو كان حصل مجرد سوق تفاهم وحاجة بره الموضوع ده خالص طبعا ربنا يوفقك ويتمملكك على الف خير هلا خاصل قرية بسرعة الميزان عايز باب رزق جديد رزقه حاسنه مش كفاية عنده مشاكل واضطرابات نفسية جديدة جدا ما اثر على نومه وقربت اثر على صحته كمان يا ميزان خلي بالك ما صحتك كده هتتدهور بالراحة على نفسك شوية شايف شريكو ازاي حاجة كانت نسطورة وانكشفت او مش مدي لك دعم كافي العلاقة بينكم فيها تطور فيها تطور فيها حاجة بتتصلح اوكي اه شريكك عايز ايه عايز حالة من الامان او السراء المادي وعايز يعتمد على نفسه في هزا الموضوع مينة انا مشاك انت بنت ولا ولد اه بصي حبيبتي الرسالة دي طويلة جدا اعمليها كافي وبعتيها للصفحة وهحاول ارد عليك والكلام ده المينة بس يا جماعة انا هنوه عن موضوع ده بعد القراءة اه شريكك شايفك ازاي الميزان انت عايز تروح لبرا امام انت وبتسعى شايفك بتسعى يعني مش وقف مكانك وحدة كويسة قوي 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 شايفة قدامي ان شاء الله بازن الله حالة مادية هتتطور تطور جامد مش وحش خالص يعني اه وفي قدامي هنا لقاء او اتفاق بينك وبين شريكك ان شاء الله شايفة بعد دي كمان مسيرة طويلة جدا جدا باذن الله وقوة علاقة قوية ان شاء الله ربنا ما يهدها ابدا انا مش شايفة بعض ومش شايفة فرائي ميزان يمكن يكون في عقبة او يعني مطبه عين كده بس مطب صغير يمكن يكون شريكك تعب من الانتظار من الظروف هو كمان مش عايزة ببدا اصيق الظن بشريكك ممكن يكون فعلا اه تعب من حاجة معينة اه وتقطو قربة تخلص فان شاء الله حيجد جديد باذن الله حيجد جديد في العلاقة وباذن الله علاقة تتحسن طيب طيب سؤالها في صفر ولا لا للأسف مش شايفة صفر الشهر ده مش في العموم مش شايفة صفر انا شايفة قدامي ان هي بحرب شديدة وربنا يكون فعانك الصراحة على الكروت دي ربنا يعينك ربنا يعينك بجدد حالة متضهورة خالص خالص وحار بشكلها مهزوم لكن وقفة بمنتهى السبات وبتحاول تباين ان هي ولا فرق معها برضو فيه هروب من مواجهة لان لواجهت شكلها ايه هتتبح بقى بس دي مسكة سيف وحطير بقى حطير رئيب متجوزة طب في اي حاجة حصلت من ناحية الزوج لان شايفة دنيا نيلا خالص شايفة خسارة حصلت اما خسارة مادية او خسارة شخص اه شايفة قدامي حسد شديد او سحر تفارة الشيطان كان بقى له كتير مطلعش مش عارفة ليه طلع اه اه او خلص انتو الاثنين ردتوا علي طب متجوزة طب في اي حاجة تانية بصي اللي انا شايفة يا حبيبي انك انت ان شاء الله هتعتمدي على نفسك مدين انا مش عمي انت تشتغلي ولا لأ لكن صح قلبك يا بلل اه يمكن تكون يمكن هتبتدي شغل جديد انا شايفة ان انت بتعتمدي على نفسك ماديا وانا قايت برافو 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 اه شايفة قدامي انهيار في كل برج طب الحمد لله خلاص بسم الله ما شاء الله عليك ويكملك بعقلك شطورة بصي بقى حبيبتي يبقى ان شاء الله الكارت ده احتفال واحتفال بدا انك انت هتعتمدي على نفسك ماديا او اه في حاجة عندك هتحصل في المادة لكن التطور المادي بطيء يا جيم التطور المادي بطيء حاولوا انك تقتصدوا شوية وتصرفوا في الحاجات المعقولة و بليس خلي بالك من كارت الحسد ده عندكو حسد لكن ما شاء الله عليك انت مواقم يعني بصي ده قوية ما شاء الله وقفة بثبات و اه عندك توازن ما شاء الله عليكي وشايفة اهو ده الشريك الحمد لله من ان العلاقة كويسة شايفة الشريك بيقدملك حاجة حلوة ممكن حتى ان شاء الله يكون بيقدملك كلمة حلوة يعني يا رب يعني كده حاجة حلوة جدا جدا يبقى حبيبتي الانهيار ده لشخص تاني خالص فيه شخص عندك هيبان على الحقيقة لاني شايفة خطارة هتحسي بخطارة بس بليس ما تزعليش ما يستهلش يعني منك انك تزعلي خالص عندك نجاح حبيبتي كمان ما شاء الله افتمال دائرة الكارت ده ظهر للميزان تقريبا في كل الارايات وظهرت برضه في الاراية الخاصة الميزان مضقن لعمله جدا انت مضقنة لاي ان كان من اللي انت بتعملي بس سؤالك حبيبتي اذا فيه سفر انا شايف احتفال احتفال لكن يمكن يكون ده يمكن يكون السفر لو انت حاجة اخذت بالنسبة لها خطوات ومستني التنفيذ يمكن ان شاء الله تجيلك مثلا موافقة تبتدي خطوات فيها انما السفر بالفعل يمكن يكون مثلا الشهر اللي جاي عموما اتمنى لك التوفيق وقريتك برضو حلوة حلوة قوي قوي موسيقى